السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزاهم تبعين الكرام يا رب تكونوا خير اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قال وصحبه اجمعين اتمنى لكم كل خير يا رب وما تنسوش تعملولي اشتراك ولايك وشير فضلا وليس امرا النهاردة هنقول كلام عن اسم الحبيب سيدنا محمد اللي هو السراج المنير وهو السراج المنير الذي أضاء الدنيا بهدايته سمى الله تبارك وتعالى نبيه سراجا منيرا فقال عز وجل يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سورة الأحزاب الآياتين 45 و46 قال ابن دحيا سمى سراجا لإضاءة الدنيا بنوره ومحو الكفر وظلامه بنوره وقال غيره سمى سراجا لأن دينه يضيء بين الأديان كالسراج في الليلة المظلمة وقيل لأنه يهتدي به إلى الإيمان ومعرفة الله كما يهتدي في الظلمة بضوء السراج وفي كتاب سبل الهدى والرشاد للصالحي قال العسفي قال علماؤنا إنما سميه سراجا لأنه السراج الواحد توقض منه السراج الكثير فلا ينقذ ذلك من ضوءه شيئا وكذلك سراج جميع الطاعات أخذت منه سراج محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينقذ ذلك من أجره شيئا ويشير الدكتور عاطف قاسم المليجي في كتاب أسماء النبي في القرآن والسنة إلى مقاله بعد الأئمة لوصف معنى السراج وهو النور في نفس المنير لغيره وهو صلى الله عليه وسلم كذلك فهو السراج الكامل في الإضاءة لوضوح أمره وبيان نبوته وقد نور قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به ومن نوره صلى الله عليه وسلم اقتبست جميع الأنوار السابقة على ظهوره السوري واللاحقة له من غير مانع ولا حجاب ولا كلفة وفي غيبته السورية لم يغب الاستمداد من نوره بل هو موجود في الفروع المقتبسة منه السابقة ولاحقة قال البصيري رحمه الله أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنار الطريق في كل جانب من جوانب الحياة فأوضح بتوفيق ربه العقائد والعبادات والمعاملات والتوجيهات وأوضح الوسيلة والغاية وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى إلى صراط مستقيم فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها يشير الدكتور عاطف قاسم المليجي في كتابه أسماء النبي في القرآن والسنة إلى أن الله سمى نبيه نورا قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه صبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سورة المائدة الآياتين خمستاشر وستاشر وأنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشركة وأدرك به المؤمنون حقيقة دين الله وإذا كان الله تعالى قد وصف الكرآن الكريم بأنه نور فإن هذا لا يتعارض مع أن النبي نور لأن النبي هو المظهر الأكمل للكرآن ببيانه له وتخلقه به حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان خلقه الكرآن وكما خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بنور النبوة والرسالة وضوء الدعوة والهداية جعل له نورا في وجهه وجسمه فكان أحسن الناس وجها وأنورهم طلعا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فإن يملأ عليه حياةه ودنياه بالنور والضياء فكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ويقول الإمام جلال الدين الصيوتي في كتابه النهج السوية في الأسماء النبوية قال تعالى وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سورة المائدة الآية 15 وقال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات سورة النور الآية 35 وقال ابن جبير وكعب الأحبار المراد بالنور الثاني محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أشكت الأرض نورا وقال إبليس لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا وقال له جنوده فلو ذهبت إله فخبلته فلما دل النبي صلى الله عليه وسلم أي عندما اقترب أحد جنود إبليس من النبي صلى الله عليه وسلم بعص الله جبريلا فرقضه فوقع بعيدا أي رقله يعني ضربه مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدكتور رمضان المحلوي في كتابه من أخلاق الإسلام كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما فقد كان مشرق النور ومولد الفضيلة وبداية تاريخ حافل بالمآثر زاخر بالبطولات والأمجاد فأصبح ذلك اليوم على الدهر وعلى الأيام غرة الأيام وسيبقى خالدا في نفوسنا ورمزا في جباهنا فهو مطلع شمس التغيير الشامل ومبعث الوحدة والعزة والكرامة لأقوام كانوا من قبل في ضلال مبين فأي نعمة أسمى مقاما من هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده فمن حق أمته أن تبتهج في ذكراه العطرة وحق له أن يحظى بهذا الاهتمام من أمته التي جاء إليها حريصا على هدايتها ورشادها فأشركت الأرض بنور الإيمان الذي أخرجها من الظلمات إلى النور ومن الجهالة إلى العلم ومن الغفلة إلى اليقظة وانتشلها من أوحال الخرافات والأهوال إلى الحياة الفاضلة في ظل الدين القيم والمنهج المستقيم الذي أزال الغشاوة وبدد الظلام وهدى العقول إلى الصواب ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم النجم الثاقب ذكره عياد وابن دحيا وقال قال السلمي في قوله تعالى النجم الثاقب هو محمد صلى الله عليه وسلم وقال جعفر الصادق في قوله تعالى والنجم إذا هوى هو محمد صلى الله عليه وسلم وقال النجم قلبه وهوى إن شرح من الأنوار وانقطع عن غير الله والصاقب يعني المضيء وهو صلى الله عليه وسلم كالشمس ذكر في سبل الهدى والرشاد للصالحي إن الشمس في الأصل الكوكب النهار وسمي بها صلى الله عليه وسلم إما لظهور شريعته أو لعلوه ورفعته وهو كذلك القمر قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد قال البلقيني القمر الكوكب المعروف وإنما يسمى بذلك إذا امتلأ ومضى عليه ثلاث ليالي لأنه يقمر ضوءه ضوء الكواكب حين أزد ويفوز وقبل ذلك يسمى هلالا وسمي به صلى الله عليه وسلم لأنه جل جل ظلمة الكفر بنور الهداية وفي قصص الكسائي أن الله تعالى قال موسى عليه السلام إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو البحر الزاخر والقمر الباهر اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيب الله بكده يكون خالص فيديو النهاردة عن اسم سيدنا محمد الذي سمه الله له السراج المنير ووضحت في الفيديو ده ربنا جل وعلا لي سمى بهذا الاسم وبعد أقوال العلماء والصالحين اللهم علمنا بما انفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وأكون وصلت معلومة بسيطة وأترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر